روح لأستاذ محمد كمان خليها نتكلم على عودة بعض النجوم يعني عندنا نجوم كبار بنشوفهم خلاص بشكل يعني دوري دلوقتي على مسلسلات رمضان وعندنا نجوم عادو تاني إلا الشاشة هم أيضا نجوم يعني كنا بنتبعهم في أعمال ودي فكرة حلوة إنه الجميع يبقى موجود زي ما أستاذ مصطفى قال يبقوا موجودين على الشاشة بتشوفها ازاي؟ صحيح كلنا أعتقد كنا سعداء السنة دي وبيتم الألانة عن مسلسل الفناني الكبير يا حف خراني يمكن طبعا يا حف خراني اتعاود إنه بيقدم مسلسلات على مدار سنين وبعدين حصل توقف إنما أعتقد أنه مرتبط بشهر رمضان صحيح بالنسبة لنا كلنا مرتبط بشهر رمضان والناس كانت بتستنى مسلسله وبتستنى التجديد اللي بيعملوا كل سنة بس أنا عايز تضيف كمان لكلام مصطفى مش بس الممثلين مش بس المخرجين مش بس النشوص طبعا إنما الكروهات كمان بالزبط يعني المسلسلات الخمستاشر حلقة قدت فرصة كبيرة جدا لعدد كبير من الفنيين والتقنيين هما كمان يشتغلوا بشكل أجر بالزبط انت كمان كسناعة بتعمل تدوير للصناعة بشكل وكمان أعتقد يعني إقاع المشاهد يعني سنة فتت عندنا يعني تجربة في الخمستاشر كتير يعني مسلسل مونة زاكي تحت الوصاية رغم إنه كان في النص التاني لكن لقى استحسان ومن الموضوع والتصوير والناس تشدت يعني مش إنه بقى نص رمضان خلاص لا بالعكس ناس كانت مونة زاكي دونيا سمير غاني ياسر جلال طرق لطفي يعني عدد من المسلسلات المميزة الخمستاشر اللي اتعرض السنة الفاتت وفتحت الباب ويمكن أنا اتكلمت على الموضوع ده السنة اللي فاتت وقلت إنه كانت خطوة جريئة جدا من الشركة المتحدة انطرح المسلسلات دي الخمستاشر حلقة في رمضان والسنة دي أنا بشوف العدد بيكبر دليل إنه التجربة بتنجح وبتؤثر بشكل أكبر فكرة كمان عمل عدد كبير جدا من الفنيين في الشهر ده دايما المنصات لما دخلت قدت انطباع للناس إنه الفرجة بقت مقتصرة على عدد حلقات أصغر ما كناش بنشوف ده في شهر رمضان كان لسه رمضان في حاجز شوية صح إنه الحلقات 30 مرتبطة برمضان نما إنه الحلقات توصل ل15 حلقة في رمضان والناس تخلص مسلسل وتكمل التاني الإقاع كمان بقى المشاهد أسرع واخد إنه بيتفرج على المسلسلات الأقل مش بس يا حفخراني غاد عبد الرازق كمان بترجع السنة دي عندها مسلسل بزي ما حقيقة قلت صحيح أكتر من ممثل الناس يمكن شايفة رجوعه والسنة دي هيضيف كتير وأنا شايفة إن الموسم كمان متنوع مش بس بالأسماء إنما كمان بالموضوعات في موضوعات كتير السنة دي أعتقد إنها ترضي أزواء كتير